موسيقى 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اصحابه اغباركم انا اتمنى تكونوا بخير جعناكم اليوم دا في فيديو جديد وفي شرح جديد وفيديو اليوم دا شباب هنتكلم عن الهيت شوت بنصر الصحراء والهيت شوت باليوم بي وهنتكلم بس شباب عن سلاح اليوم بي مش هنجيب اسلحة الاسم جي كله وفي البداية اصحابي قبل ما نبدأ بالشرح هشارك معاكم افضل السكينات الي هتساعدكم في الهيت شوت وعوز انا اوهليكم بس الشباب على حاجة السكين بيساعدك في الهيت شوت اما السكين مش هو الي بخليك تيب هيت شوت بيساعد انت ممكن تلعب من غير السكين وتجيب هيت شوت عادي وفي البداية اصحابي بالنسبة للصحراء او الديزرت ايجل ده افضل السكين ليه شباب او لو مش عندك السكين ده وبتلعب السكين الدهب اللي عندي الكل عادي ونجي بعد كده اصحابي الي اليوم بيه ده افضل السكين ليه هو والسكين اللي نزل في الحضنة وبالذات الشباب يعني اي حافة معادل اطلاق وضرر هي هتبه افضل بالنسبة اليوم بيه احنا في نصر الصحراء كنا بنعتمد على الدقة لان السكين اللي قدناها قبل كده كان من في دقة ده واحد دامج واثنين ريتوفير لو معادل اطلاق واول حال شباب وهي انا حبيتها اشارك مع قدي في الاول في ناس بتدرب التلاتين طلقة ولا اربعين طلقة اللي في الاسكين مرة واحدة من غير ما يسيبي السلاح بيقولك لا بجيبش عندي هتشوت لا الاعداد بتاعتها غلط مش عارف ايه انت كلامك غلط لا تازم تدرب مثلا ثلاثة ربعة تلقات وتسيب خمس ستة تلقات وتسيب بحس ان الام ما يكبرش عشان لو الام كبر يبه غلط غلط معنا لا انا عاوزك تتطبق زي ما انت شايف قدامك تدرب وتسيب تدرب وتغير السلاح هتبه سريع وتجيب هتشوت والام مش هكبر منه نيجي كده اصحابي في البداية بالنسبة نصر الصحراء انت عارفين نصر الصحراء يعني في مسافة المتوسطة والجريبة والمسافات اللي بها لينفع والسلاح الاول في الوان شوت بالنسبة للرون سلاح جامد والتاربة واحدة هتشوت بتخلص على عدو دي كلها معلمات انت عارفين احنا اني دلوقت في الحال المهمة وهي الطريقة رفع اللي اين فيه احنا ممكن منرفحها زي الطريقة اللي انا اشرح في بيديو ده اللي هي نص دايرة تفهمني؟ معاك صاحب تركز على العلامة اللي انا حتوق بالت دي هتشاهد ان الين بيرتفع نفس اللي انا حرارها اللي هي نص دايرة دي طريقة بصغب بالذات بالنصر الصحراء والطريقة دي مش هتطبقها بالنسبة للي ام بي دي منصر الصحراء بس وزي وانت عارفين ما صاحبه في البداية مش هتزوت معاك لازم تتضرب وتحاول مرة او اثنين وثلاثة وحاول تصور صاحبي وانت بتجرب الاهدادات ما عندكش اللي تريد ان اختصور عادي بس اما هتتصور بتعرف الاخطاء اللي انت عملتها تبين ما تكررهاش تاني تبين دي الطريقة اللي هنجيب بها هتشوت بنصر الصحر برفع اللي بطريقة نفس دائرية وهندي بعد كا صحابي اللي يقم بي الي ام بي معنا سلاح بعد اخر تحديث وهو تطور جامد اللي بزودة معدر اطلاق فيه الدمج زي ما هو بيختلف بس من سكن لسكن بس سلاح ممتازة شباب ايه مكويز بعد التحديث جامد بقولك زبطوها الكل عارف كده بنختلف بس في الطريقة اللي هترفع بها الاي يعني في سبعين في المئة شباب من الاسلاح اللي احنا شرحنا اللي تشوت فيها كان انك بترفع على علامة جي مثلا او نص دائره هنا في الاسم جي وبالذات اليوم بي بالتحديد انت هترفع الام لفوق الام هيترفع على فوق يا شباب وعشان نكون متفاجئين يا صحابي ترفع الام لفوق باتجاه راس الخاصم يعني لو هو الخاصم في اتجاه مثلا اليمين هتحط الام في اتجاه الشمال وترفعه الفوق باتجاه راس الخاصم لو الخاصم في الشمال هتحط الام في اليمين وترفع الفوق باتجاه راس الخاصم لو الخاصم واجف سابت هتحط الام تحته وترفع على فوق وعشان كله متفاجئين كل واحد يبعرف الحساسية بتاع التلفونه مسلا كويسة حاسية مش كويسة يرفع الايم يعني بالمقدار اللي هو عارف ان كده هيجي تشوره مقدار مناسب يرفعش الايم جامد ولا يرفع الايم بالراحة بحيس ان لو رفع الايم بالراحة الترجع تيها على صدر الخاصة الهيدي في المهم يا شباب انت هتخش في البداية هتحاول تتدرب على الدمية دي تحاول تتدرب حتى لو يعني انت فاهم في البداية مسلا لو جات دربة صفرة بعد كده الاحمر مش مهم مع مع التعود بعد كده كل ضربك هيبه احمر بس وزي ما انتم شايفينها اصحابي عاوسكم تركزوا على الايم الايم انا بحرقه باتجاه فوق غير ما اقول انا بحرقه في نصر الصحراء او الشتجة بطريقة نص دا لا الفوق باتجاه راس الخاصم ازا كان الخاصم في اليمين او في الشماء وبالنسبة اصحابا للناس اللي بجولي الاسكنة اللي انت بتلعب بيه او اهنا افضل اسكنة اقول لكم في البداية افضل اسكنات ودلوقت نشارك معكم الاسكنات اللي موجودة عندي وانا بلعب بها هنو اسكن انا بلعب بالاسكن اللي هو اليوم بيه اللي فيه اتنين معضل اطلاق اللي هو الاسكن دا شباب يوم بيه ليفل بيست ونجي المهم تاني يا شباب وهنقيد على الحطة دي تاني هي الطريقة الصحيحة لرفع الايم ويوقت اصحبا عاوس كل تركيزك يباع الايم والطريقة اللي هي برفعه بيه ده بس ده اللي هيفرج معك في الهيت شوت ده اللي هيوفر عليك وقت بطيق ومجهود برضو وتعمل انت فاهمك الواحد ممكن يكون بيعمل لجماعة كطوات صح ولا كطوة غلط فبيميل ويبطل يعمل كده لا انا عاوزك تتلمل في الصحيحة انا عاوزك تشوف انا بحركة اليم الزيه وتعمل زيه والحد هنا عز حامل بخلصنا الشرح وهسيبكم مع بعض اللقطات باليو ام بي ونصر الصحراء وعاوزك تركز بس على ايم اشتركوا في القناة وبكده اصحابي بنا شرحت لكم الطريقة وديتكم برضو نبزة عن الاسكنات وإن اللي بيفرج معانا ودوقتي بحنا خلصنا الشرح يا شباب اه في اخر حاجة في ناس لحد دوقتي لسه بتقولي هي ازاي ما تعافش تعمل اعداد بتاعتها ما تعافش حاجة من زر الدرب المناسب او الحساسية المناسبة كل ده لو انت عامله غلط وبتبق الطريقة ممكن ما هتفعش معاك ام ده مش ممكن ده اكيد فاول خطوة صاحبي عشان تحترفي انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اول فيديو ما ينزل تستفاد انت اول واحد تاني حاجة ان شاء الله في القرابي العجل هنزل لكم فيديو ازاي تعمل حجم زر الدرب المناسب تزبط بتاعك يعني ترف الحجم المناسب لموبايلك والحساسية المناسبة تفاهمين يا شباب عشان برضو اساعدكم في كل حام ممكنة وبكده ممكنوا خلاصنا فيديو النهار ده شباب الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته